رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمن ورد إلينا سؤال من إحدى السائلات تقول في علي أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية ولم أكن أحسب هذه الأيام وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الاثنين والخميس على نية إن كان علي قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء وإن لم يبقى علي شيء يكون صيام نافلة فهل يجزئ ذلك عن القضاء وإن لم يكن كذلك فهل أصوم من جديد أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن دين الله جل وعلا أحق بالقضاء لو أنا استلفت من حد مبلغ من المال وجب علي أن أقضي هذا الدين دين فرأبتي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها طيب المرأة كتب الله عليها أياما تفطر فيها في رمضان أي امرأة عليها أيام اللي هي أيام فترة الحيط لا تصلي في هذه الأيام ولا تصوم ويجب عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ستة أيام سبعة أيام بتختلف من امرأة إلى أخرى هي بتقول أنا علي أيام أفطرتها في سنوات ماضية وما كنتش بحسي بالعدد أعمل إيه هقول لحضرتك شوفي أنت الدورة الشهرية بتجيلك كم يوم وتستطيعين أن تجمعي هذه الأيام يعني مثلا لو عندك فترة الحيط بتستمر سبعة أيام تحسي بسبعة أيام في كم سنة عشر سنوات مثلا يبقى سبعين يوم طيب سبعين يوم أنت صمت من بعد رمضان كم يوم تصوم بقاء الأيام اللي عليك بيش تقولي أنا هصوم ولو قضاء ربنا يقبل قضاء ولو مش قضاء ربنا يقبل نافلة دين الله أحق بالقضاء لابد أن تقضي ولابد أن أنت تكون عرف عليك كم يوم تحسب الأيام ودي مصيبة لا يا أخواننا دا دين ودي عبادة لله سبحانه وتعالى لابد أن تقضي المرأة ما عليها دا لما واحدة قد تسأل سيدنا النبي يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام من رمضان قال صومي عنها لو واحد مات وعليه الصيام من رمضان يجوز أن نصوم عنه طيب حد مات وعليه الصيام من رمضان وأولاده مش قادرين يصوم عنه يطلعوا الفدية عن هذه الأيام عن كل يوم إطعام مسكين تلاتين جنيه تقريبا ما يكفي لشبع شخص شوف هيشبع بقد إيه لو اعتبرناها على علبة الكشري دلوقتي خمسة وعشرين جنيه طلع خمسة وعشرين جنيه أو لو عايز تعمل أكل في البيت وتوزع هذا الأكل عبارة عن فدية طعام مسكين لا مانع أيضا من هذا الأمر لكن لا بد من القضاء المرأة اللي أدرت صوم تصوم اللي هي عليها أيام من رمضان تقضي هذه الأيام لا تعتبريها نافلة إلا بعد أداء الفرض الذي عليك لأنه دين في رقبتك لله سبحانه وتعالى صوم الاثنين والخميس بنية القضاء وليس بنية النفل والتطوع إلى أن تتأكد أنك قضيت ما عليك من أيام بعد كده صوم نوافل إن شاء الله شكراً لكم